خلونا الأول نبدأ الفقرات بتهنئة حقيقية يوم 22 مارس 1954 اتأسس جهاز المخابرات العامة المصرية واحد من أكبر وأقوى أجهزة المخابرات على مستوى العالم أراد البعض أن يصدق ذلك أو لا يريد البعض دي قصة تانية خالص بنتكلم على جهاز مهمته الرئيسية دايما حماية الأمن القومي المصري في الداخل وفي الخارج بنتكلم مع بعض على جهاز لدي العشرات من العمليات التاريخية التي تدرس حتى هذه اللحظة لدينا في مصر ده مما لا شك فيه ومنطقتنا العربية ده طبعا وأيضا عمليات شديدة الأهمية تدرس لدى أجهزة مخابرات عالمية جهاز حير الكثيرين وقدم لمصر أغلى وأنفس ما لديه من أفكار ورجال خلونا دائما نهنئ رجال المخابرات العامة المصرية في عيدهم خلونا دائما نهنئ هذا الجهاز بل نهنئ أنفسنا كل عام ونحن جميعا بخير زي ما بقول لكم 22 مارس ده واحد من أهم الأيام اللي بتوريك قد إيه مصر فعلا قوية اللي بتوريك قد إيه مصر فعلا لديها القدرة اللي بتوريك مصر لديها عقليات وطنية حادة الذكاء وده مهم جدا حادة الذكاء شديدة الوطنية بل هي الإخلاص بحد ذاته رجال مخابرات مصر ودي حاجة مهمة جدا خلي بالك احنا بنتكلم على ناس هم دائما موجودين في الظل أنت لا تعرفهم لا تعرف أسماءهم قد تكون بتتعامل مع بعضهم وانت ما تعرفش بيشتغلوا إيه وفين تظن أن هذا الرجل موظف فيه هذه المؤسسة في هذه الوزارة في هذه الشركة في حين أن هذا الرجل لا ينام علشان خاطر بلد بحالها تعيش آمنة فكل التهنئة من القلب فعلا لرجالتنا في جهاز المخابرات العامة المصرية في ذكرى التأسيس 22 مارس